اليوم في السوديو رقم 2 موضوع عصافي نسيم الشوق من عنا ممروف راح الدهر من عنا ممروف صوت مني حشوف صوت جاي من جبل لبنان كأنه مركب في البحر صوته في العراقة والتاريخ من قصص العرب من حين كفك لكفي لمستها الحين تعلمت معنى الكرم يا صاحب السلطان وديع الصافي كون بصوته مدرسة جيل بعد جيل عن بخلدها للتاريخ محمد عبدالوهاب موسيقر الأجيال حكى عن وديع الصافي أنه هو صوت جبل لبنان وديع الصافي هو الجبل لبنان بكل ما فيه من شموخ وشوك ونؤر ووحس وديان وضباب وغنم وغنم وجمال يعني هو لبنان كملت أباحبيج في المكتبات والأرشيف ولقيت بروفا تواجدوا فيها قطبين من عمالقة الطرب في الوطن العربي صباح فخري وديع الصافي وهيك كانت الأجواء يا جماعة طيب طيب أشهد الله الحق أسمعنا رنة العباد يا لبنان يا لبنان يا لبنان رنة العباد رنة أسمعنا يا لبنان وفي لقاء جمع بين وديع الصافي والشحرورة صباح في برنامج نجيب حنكش والعفوية والتلقائية ميزت هذا اللقاء عبدالوهاب الموسيقار طبعا المشهور قال لي بعد ما بيخلق متل صوت وديع الصافي قال لي ما ممكن يجيب الصوت ما خليكي الحقيق وإديمي أنا واكل ونيقول الخير خير يعني بس يا خي أنا أنا بيهلكني كل أنا ويا على المسرح بيخدعني بغني أبو الظلف عادي ومبينه مطولي بالوف أخدي سكسي بروح طالع من فوق بطلت عيدة بطلت عيدة خالص وديع الصافي اللي الصوته مش رح ينتسه رح يضل باقي على هوى راديو الناس وعلى هوى الناس وتحية مني للصوت الما بيموت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا